السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرة النهاردة بعنوان نيكروفيلك سوستيتيوشن احنا قبل كده كنا درسنا في المحاضرة اللي فاتت الالكتروفيلك سوستيتيوشن لما كان الرياجينت عندي كان عبارة عن الكتروفايل تمام؟ كان لما كان الكتروفايل يعني ايه؟ الرياجينت عليه بوزط في الشارج او عنده نقص في الالكترونات بحيث عن الالكترونات كنت بسميه الكتروفيلك سوستيتيوشن اما في حالة لما بيكون الرياجنت عندي عبارة عن نيوكليوفيل في الحالة دي التفاعلات بتسمى نيوكليوفيلك سبستيتيوشن وبنرمز لها بالرمز S N S N S يعني سبستيتيوشن تمام و N نيوكليوفيلك يبقى S بترمز لنيوكليوفيل S لسبستيتيوشن ري اكشن و N لنيوكليوفيل يعني الرياجنت عندي هو نيوكليوفيل تمام طيب ال S N هي مثال عليها ناخد اكزامبل اللي هو الألقايل هالايد R X ده جنرال جنرال اكوشن يعني R X اللي هو ألقايل هالايد مع B S O H هيديني الالكوحول والهالوجين هيخرج طيب طيب فانا قبل ما ادخل في النيوكليوفيلك سبستيتيوشن واتكلم عن أنواعه تمام لازم هعرف حاجة الأول تخص القينات الكيميستر أنواع الرياجشن تابعا لي القينات الكيميستر هتفيدني في فهم النيوكليوفيلك سبستيتيوشن القيناتك كيميستري أو القيناتك كيميستري بتقسم الرياجشن لنوعين يأما first order برمز له بالرمز 1ST أو second order برمز له بالرمز طيب امتا بقول عن reaction اللي بتكلم عنه first order وامتا بقول عليه second order first order لما بيكون rate of reaction معدل سرعة التفاعل التفاعل بتعتمد على تركيز واحد من المتفاعلات واحد من المتفاعلات يعني انا عندي هدو المتفاعلات ده سبستريتوري ايجن معدل التفاعل او سرعة التفاعل بيعتمد على التركيز يقيم ما يعتمد على تركيز مثلا المادة دي او المادة دي تمام وفي الحالة دي بما انه بيعتمد على تركيز مادة واحدة فبسميه yonimolecular طيب النوع التاني النوع التاني second order وفيه معدل التفاعل او سرعة التفاعل تعتمد على تركيز كل من السبستريت والري ايجن يعني لو ده سبستريت وده ري ايجن يبقى على تركيز اللي اتنين وبسميه في الحالة دي باي ميليكولور طيب يبقى انا عندي بعد كده انا فهمت اهو الجزئية دي اللي هي خاصة بالكاينتك بعد كده النكروفيلك سوستيتيوشن رأكشن بيتقسمه عندي لنوعين بيتقسم لنوعين النكروفيلك سوستيتيوشن رأكشن عندي اس انوان واس انتون تمام هدرس الاول الاس انتون مبدئيا من التسمية اس انوان يعني الريت في ايجن بيعتمد على تركيز واحد من المتفاعلات انوان دي يعني بيعتمد على تركيز واحد فقط من المتفاعلات يعني ده يوني ميليكولور او first order اس انتون الانتون بترمز او بتشير الى ان معدل التفاعل او سرعة التفاعل بتتناسب مع تركيز كل من الري ايجن والسبستريت او المتفاعلات عندي تمام اه وده في الحالة دي هيبقى بي ميليكولور رأكشن و second order اس كايناتك تمام فهنبتدل اول بدراسة الاس انتون وطبعا زي ما انا لسه قيلة الريت ريت التفاعل بتناسب مع تركيز كل من والنيكولور معنى كده بما ان ريت التفاعل بيعتمد على الاتنين دول يبقى معنى كده اني ده دليل على ان الخطوة اللي بيتم فيها او عن طريقها بيتعرف معدل التفاعل او بيتقاس معدل التفاعل بتحتوي على الاتنين بيبقى موجود فيها الاتنين السبستريت والنيكولور في احنا قبل كده كنا متفقين ان التفاعل ما بيتمش على مرحلة واحدة يعني مش على طول من الرياكتن تبيديني برودكت لا فيه خطوة وسطية كده اللي هي بنسميها يا اما transition state يا اما intermediate state فاهميني فطبعا ان كان transition state او intermediate على اساس على اساس الاستابلتي اللي بتبقى فيها الخطوة دي على اساس على اساس التفاعل يا اما بيتم بسرعة او ببطء يعني على اساس استابلتي الخاصة بال transition او intermediate كل ما كان stable كل ما كان التفاعل مشي اسرع فبالتالي الخطوة دي اللي فيها بيتكون intermediate او transition state بسميها determining stable لان هي عن طريقها بتعرف سرعة التفاعل قد ايه او reactivity بتاعت التفاعل بتبقى قد ايه دلوقتي انا هادرس الاساس انتو ال action وهاخد مثال hydrolysis of missile bromide ادي مثال بروميد ايه باي اكواس انو اتش مع السودين هادروكسايد طبعا اللي بيحصل عندي الميسال بروميد هو بالنسبالي السبستريت اما نيكروفيل احنا قبل كده انو نيكروفيل اللي بيبقى عليه الشوحنة السالبة هو الو اتش تمام طيب طبعا انو نيكروفيل الو اتش ده بيجي يهجي معنا الكربون وليه على الالكايل هالايد لان عندك ال بي ار مفروض فيه فرق في الالكترو نيكاتيفتي بين الكربون والبروم فبتسحب الالكترونات الربطة بالاندوكتب افكت طبعا فبتتكون على الكربون هنا بارشالي بوزيتف فبالتالي ده بوزيتف سنتر اللي هو النيكروفيل بيبحث عنه ده مبدئيا اتوفر في الالكايل هالايد بتاعي اللي هو الميسال عندي مثال بروميد طيب عندك ال او اتش المفروض انو نيكاتيف عليه نيكاتيف تشارج والبي ار كمان عليه لون بيروف الالكترون فبالتالي ماينفعش الو اتش ييجي هاجم من نفس اتجاه البي ار نتيجة لانه هيحصل ريبالشن فهو بي ايه بيتجنب الريبالشن ده اللي بين الالكترونات او الشحنات السالبة فبيتجي للهجوم من ابعد مكان او من المكان المقابل للبي ار فبييجي من ايه من باك سايد اتاك بنسميه باك سايد اتاك بييجي الو اتش يهاجم على الكربون من باك سايد اتاك تمام او بنسميه من ريرل من الخلف برضو تمام يهاجم على الكربون فلي بيحصل انه هو لما بيهاجم على الكربون بييجي المفروض ان القايل هالايد في الاول بيبقى واخد شكل التترا هيدرال تترا هيدرال لان دي ساتيورية الكربون تهجنها sb3 فبياخد شكل التترا هيدرال اللي هو الهرب الرباعي فبالتالي هو في الطبيعي كده لكن لما تيجي الـ OH بتضغط على المركب وتهاجم من وراء كده فبيجي يحصل ايه المركب بينضغط وبيديني شكل الفورك اللي هو الشوكة القربون مع الثلاثة هيدروجين بينضغط ويقفوا مع بعض كشكل ايه شوكة كده وتبتدي الهايدروكسيل الهايدروكسيل دخلة بشحنة سالبة كاملة تمام بتبتدي الشوحنة السالبة بتاعتها دي تقل عشان بتعطي جزء من الكتروناتها او بتعطي الكتروناتها جزئيا للكاربون عشان تكون ربطة جديدة في نفس الوقت اللي فيه الـ PR بتتكون عليها شوحنة سالبة جزئية تمام الشوحنة السالبة اللي عليها ايه جزئية عشان بتبتدي تسحف الكترونات الربطة عشان تكسر الربطة وتنفصل عن القربون يبقى ده بتبتدي تتكون فشحنة هتقل لانها بتعطي جزء من الكتروناتها للقربون او بتعطي الكتروناتها اتجاه القربون فبتبتدي تقل فبدل ما كانت شحنة كاملة بقت شحنة جزئية بتقل ودي بتبطيت زيد الشحنة الجزئية بتاعتها بتزيد في الشحنة السائبة لانها بتبطي تاخد الكترونات ربطة اتجاهها عن طريق الاندا او السريبية الكهربائية عشان انت انفاصل فبالتالي انت تبيقر عندك الOH كانت دخلة بشحنة كاملة سالبة والBR ما كانش عليها شحنة سالبة اللي حصل ان الBR طلعت بشحنة سالبة كبرودة والOH اللي ايه قلت ما بقاش عليها شحنة سالبة طيب نيجي لمرجوعنا اللي هو الجزء اللي فيه الOH بتبتدي ترتبط بتكون ربطة مع الكربون في نفس الوقت اللي الBR بتبتدي تسحب الكتروناتها وعايزة تنفصل عن الكربون الجزئية دي اسمها ايه اسمها ترانسيشن استيت ترانسيشن استيت هلاحظ اني هلاحظ اني في الترانسيشن استيت السي والهايدروجن كلهم في مستوى واحد السي مرتبطة بتلاتة هايدروجن في مستوى واحد ماشين زي سيم بلين والBR والOH بربنديكولر ايه عليهم متعمدين على المستوى اللي بيجمع الكربون بالتلاتة هايدروجن طبعا انا تكوين الروابط الجديدة وكسر الروابط القديمة تمام الكلام ده بيحتاج لطاقة تمام فالطاقة اللازمة الطاقة لكسر الربطة CBR بتحص بروفايدت باي ايه بالطاقة النتجة من تكوين الربطة الكربون OH فنا دلوقتي بكوين ربطة جديدة ولما بكوين ربطة جديدة بيحصل عندي الريبريشن للايه للانرجي الانرجي دي ازلناها طلعت بتستخدم بيستخدمها المركب في تكسير الرابطة بين الكربون والبي ار هلاقي عندي بقى البي ار بتبتدي بتاخد الالكترونات الربطة وتنفاصل ويجي الOH تمام يحصل ايه الOH هي اللي بتتكون والمركب يعدل يعدل من شكله في الفراغ عشان يديني الشكل الاخر ده دلوقتي انت بدقة طبعا الكونفجوريشن اللي هو شكل المركب في الفراغ بيتغير تمام طيب انا هنا سي لو انا بدقة بR يبقى بيحصل انفيرشن انفيرشن يعني انا لو بدقة بR بيتحول عندي الكربون هنا بيبقى الكونفجوريشن بتاعها يتحول لS ده فوركزامبل سي يعني ان انا بدقة بR تحويت لS طب بدقة بS تتحول لR تمام و ال الانفيرشن ده بيطلق عليه اسم فالدين انفيرشن بتبقى بيقولك ان بيوضح لك تغير الكونفجوريشن اوف كاربون من الالكال هالايد للالكحول تمام كناتج الS النتو زي ما يكون معاكي امبرلا تمام الامبرلا دي الهواء فتحة في الاتجاه المعاكس يعني اتقلبت تمام بتأثير الرياح فو بيقولك لايك ان امبرلا اهو لايك ان امبرلا كلون انسايد اوت يعني بقى اتشقلبت بقيت اللي جوه برا الرياح عكست ايه عكست شكلها او بمعنى صحي يعني قلبتها طبعا احنا دلوقتي من دراستنا عرفنا ان الريت بيعتمد على كل من المتفاعلة السابستريت والنيكليفايل ففعلا انا عندي المرحلة انتقالية لترانسيشن ستيت هلاقي فيها الاتنين ادي السابستريت اللي هو الالقال هلايد والنيكليفايل الاتنين معايا في نفس الخطو اللي هي بحدد منها سرعة التفاعل ليه؟ لانه بيعتمد على تركيز كل من ادي النيكليفايل والسابستريت اللي اتنين موجودين في نفس الخطو يبقى كل ما كانت الترانسيشن ستيت ستيبل كل ما التفاعل مشي بسرعة طيب الترانسيشن ستيت بتاعتي دي ازاي تبقى ستيبل؟ تبقى ستيبل كل مقل الليستريك هندرز او الكراودينج يعني انا دلوقتي طبعا الكربون هنا حواليها خمس روابط وده بيعمل اللوض على الكربون فبالتالي كل مكان الكراودينج حواليها اقل كل مكان اسهل على النيكليفايل انه يجي يعمل اتاك لان اني لو عندك هنا مسلا حين لصيبه مدر الاتش Basin Kih Sri وهنا CH survey كل ما زاد كل ما زاد المتyzم الكراودينج التزاح كل مكان دخول وصول ال conheش نوكليفايل من الخلف للقربون كل مكان اصعب لانه طبعا انت عندك الكربون ببقى Sb3 يعني هو شكلها في الفرق غير ما قدامنا على الورقة فبالتالي الأفضل كالكايل هالايد عشان يمشي Sn2 بطريقة أسرع وأفضل الالكايل هالايد البرائمري أفضل من الساكندري أفضل من التيرشري ليه لأن والميسايل أصلا أفضلهم يعني الميسايل اللي هو الكاربوني ومرتبطة 3 هيدروجين أفضل من البرائمري أفضل من الساكندري أفضل من التيرشري ليه لأن كل ما بنتي يمشي بتزودي عرقاء الجروب كل ما التزاحن بيزيد كل ما ترانسيشن ستيد بتبقى أنستيبل وطبعا في الSn2 لازم برضو نيكلفايل اللي هيجي يعمل قتك عندي يبقى سترونج نيكلفايل يعني يكون عنده شحنة سالبة تمام كل ما كان شحنة سالبة كل ما كان سترونج نيكلفايل طبعا إحنا لسه هندرس الSn1 وفي الآخر هنعمل مقارنة بين التو طيب ملخوزة مهمة برضو على الSn2 إنه عبارة عن ماشي من خطوة واحدة هندخل بعد كده على الSn1 اللي هو طبعا إحنا قلنا الSn1 دي عشان وقلنا إنه هو الريت بيعتمد على الريت بيعتمد على تركيز السبستريت والسبستريت عندي هو الألقايل هلايب طيب عايزين مثال المثال عندنا في حالة التفاعل بيتم على خطوتين تمام اول حاجة الالكال هالايت بتاعي التيرشال بيوتايل بروميد هي مكتوبة غلط في اللقاء بيتفكك تمام عشان يديني كربونيوم i بيجي الـ PR تسحب الالكترونات الرابطة نظرة انها اعلى في السريبية الكهربائية الـ Electronegetivity تسحب الالكترونات الرابطة وتسيب للكربون عليها بوزط في الشارج ويديني كربونيوم i و الـ PR تطلع بالنجرة في الشارج الخطوة دي بالنسبالي هي الـ Red Determining Step دي الـ Red Determining Step اللي هي خطوة تكوين الكربونيوم آين تمام فمدام هي الريد ترماينينج استيب يعني بمعنى انها هي اللي بقيس منها سرعة التفاعل يبقى معنى كده كل ما الخطوة دي كل ما الكربونيوم آين الانترميديات عندي ده كان استيبول كل ما كان التفاعل بتاعي ماشي اسرع او كل ما التفاعل كان اسرع كل ما الكربونيوم آين كان استيبول لان هي دي الخطوة اللي بحدد منها سرعة التفاعل او بقيس منها سرعة التفاعل الخطوة هيا الي يكون فيها ؟ يكون فيها carbonium ion , يبقى الاستابيلتي تعتمد على الاستابيلتي الخاصة بالcarbonium ion ايضا الشيء بالشيء يسكر نحن عارفين قبل كده ان الcarbonium ion كنا نأخذين البنزايل والاللايل اعلى في الاستابيلتي من الثالثة من elante اعلى من الميسايل كربونيوم ايون. ده بالنسبة للاستابلتي وصراحنا ساعتها الاستابلتي لايه اعلى عندك اولا هنا الترشري كربونيوم ايون عندك الميسايل تعامل اسري ليزنج جروب ماشي والهايبر كونجيوكيجان بيساعد في الاستابلتي الخاصة بالكربونيوم ايون لانه بيوزع البوست في التشارج على الكربونات المجورة وشرحنا فيه عندنا محاضرة على الهايبر كونجيوكيشن والترشري كان اه مستستابل كربونيوم ايون طبعا بعد البنزلك والقليلك عشان كان في عندهم اه ريزونانس بيساعد في الايه الاستابلتي طبعا انا عارفة من خواص الكربونيوم ايون ان كانت تهجينه اس بي 2 واس بي 2 دي يعني بلانار بيبقى المركب بتاعي بلانار تمام انه الخطوة التانية بقى انا خلاص كونت الكربونيوم ايون وعرفت انه بلانار الخطوة التانية اللي هي خطوة الاتاق اوف نيكروفايل نيكروفايل عندي اللي هو الو اتش بييجي يعمل اتاق طيب انا عندي قدامي في حاجة بلانار بلانار يعني ليها سطحين او وجهين ليها وجهين يا اما من فوق هيجي يهاجم من فوق يا يهاجم من تحت او يهاجم من الجنب داي اما يهاجم من خلف تمام على حسب ما احنا شايفينها طيب يعني هيا لو وقفة كده قدامي هي الهجوم يا اما من الابام يا اما من خلف والحالتين متساويتين في الايه في الاحتمالات يعني هيهاجم من هنا خمسين في المية يبقى متاح للهجوم من برضه من ايه من الخلف خمسين في المية طبعا اللي بيستضن في حالة الاس ان وان اللي كروفايل عادة بيبقى اللي كروفايل ضعيف مثلا زي ممكن هنا الهايدرولسز يحصل في حالة التلش اللي بيوتال برمايد عن طريق الهودر فبالتالي بنستخدم اللي كروفايل ضعيف اه غير حالة الاس ان طول لازم يبقى عشان يقدر يعمل اتاك او باكسايد اتاك ويقدر يهاجم من الخلف ويدفع الهالوجين اللي مرتبط بالكارب بالنسبة للستيريو كامستري الخاصة به التفاعلات الاس ان وان فهو عندنا بيتكون كربونيا مقاين قلنا احتمال طبعا النيكروفايل بيبقى كربونيا مقاين بلانار فممكن يهاجم من ناحية دي ويهاجم من ناحية دي ففي بعض الاوقات بيعدي اه الار بيتديني اتجاه الار نساوي اللي هو من اه الاتجاه من الخلف زي من الامام فبيديني الار وبيديني الاس تمام اه لو كانوا متساويين في الحالة دي بيبقى complete resumization complete resumization اه وفي حالة تانية طبعا لما بيبقى اه الحالتين مش متساويين يعني مثلا لو هاجم من الخلف الو اتش جدت هاجم من الخلف وكان لسه البي ار ما انفصلتش completely عن اه القربون فبالتالي الهجوم من هنا اكتر من الاتجاه الاخر ففي الحالة دي بيديني اه partial resumization partial resumization و complete resumization يبقى الكمبيلت في حالة لما يكون الهجوم من الناحيتين زي بعض ومتكافئ على الkarbonium ion اما في حالة الهجوم من جهة اكتر من الجهة الاخرى فبيديني partial resumization طبعا الحالة اللي بيبقى فيها complete resumization بتبقى البي ار او الهالوجين انفصل تماما عن الايه عن الkarbonium ion فبالتالي النيكلفايل متاح ليه ان يدخل من الاتجاهين بالتساوي اما في الحالة التانية اللي هي البي ار لما بيتأين بيبقى لسه برضه قريب من الkarbonium ion فبالتالي لدخول النيكلفايل من ناحية التانية بيبقى لسه ما ايه ما انفصلش تماما او ما بعدش عن الkarbonium ion فبالتالي الدخول من هنا مرقى في البول عن الدخول من الاتجاه الاخر فبالتالي بيديني partial resumization الراسمي اصل الراسمي اصلا الراسمي ميكشا هو كميتين متساويتين من الار والاس يعني لو دخل من هنا واعتبرنا ان الكونفيجوريشن الناتج هي بار بيسويه من الكونفيجوريشن اس بدي نفس الكمية من الكونفيجوريشن اس في الحالة دي الار والاس لما بيقوموا تساويين بسميه راسمي ميكشا راسمي ميكشا تمام اما هنا فبيبقى partial هنا في الجزئية دي طبعا بيوضح لك بيقول لك ليه استخدمنا الميسايل الميسايل برومايد في حالة الاس انتو وما استخدمناش او ما ينفعش او بيبقى اني سيبه في حالة استخدام الترشري مثلا هالاين هنا طبعا الاتاك بص الو اتش الاتش 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 يبقى اسهل بكتير من حالة في حالة الهايدروجين عن حالة المجموعات الميسايل ده بيعمل كلاودينج وبيعمل difficult attack اما في حالة الاتش فبيبقى easy attack وهنا تنتهموا حضرتنا وان شاء الله نحاول نعمل comparison لسه ناخد e1 و e2 وهنعمل comparison بين جميع الحالات دي اشتركوا في القناة